يعتبر ملف التجاوزات في بابل أكثر الملفات الشائكة لكن التجاوزات لم تقتصر على الأراضي فحسب بل وصل الأمر لاستحلال الشوارع العامة من قبل المحال التجارية ووضع هذه الشواخص المرورية تحت مسمى الموقف محجوز للمحل فيما لم تستطع الجهات المعنية فرض القانون على من يتجاوز على الشوارع العامة هذه فوضة فوضة المجتمع هذه القصة قصة فوضة وعدم احترام القانون وعدم احترام القيام وعدم احترام الإنسان الحلي الإنسان الحلي ليس هذا مستوى ولا هذه قيادة ولا هذه الأمور التي المفروض يكون بها بابل بما في هذه اللوحة الخلفي وهذه اللوحة أسوأ من أعدها بألف قار احنا بصراحة اكون خلل بالمواطن اللي هو ما يريد يطبق القانون واكون خلل بالمسؤول اللي ما يقدر يطبق القانون هذا محل حاجز على المودي جزباينة أو بطعام أو مكتبة سياسي يعني حتى الجوامع قصة جوامع باب المشهر تفوت من يمهي التيارات يعني حازي الشارع ليش والله احنا للشارع على ايه أساس؟ أنا يوم ما دا سأل أنا على السؤال شنه حازي الشارع؟ ملكك هو الملك الدولة يعني المواطن ما راح يمشي إلا راح يتعرض للشارع وراح يتعرض لا سمع الله حالة الديز الرصيف لم يسلم هو الآخر من التجاوزات حتى ضاق بسير المواطنين بسبب المحال التي تعرض بضاعتها على الرصيف وبعض المطائم التي تستغله للطهي ولأغراض أخرى لا يجوز أن يحجز قدام الشارع لأنه شارع للسيارات والرصيف علما للمشاد فالمشاد لا يمشي بالشارع لأن الرصيف محدود ما يجوز يا أخي التجاوز هي القطع والسكمليات أو غرار مخلي والله للمحال أو البلانشين ما يجوز الوقوف ممنوع في الشارع أما الرصيف فلا مجال للسير عليه وبين هذا وذاك يزداد ملف التجاوزات خطورة مع صمت حكومي مطبق من محافظة باب العليفليف الرشيد